بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين جريمة قتل وقعت في مصر من تقريباً أسبوعين وأنا للأسف تأخرت أني أنا أتكلم عن هذا الموضوع بسبب أحداث غزة والمشاكل اللي صارت الله ينصر أخواننا يا رب المسلمين في كل مكان ويخزي الصهاينة والمعتدين والمقتصبين فتاة مصرية خطبها واحد من الشباب وهم في فترة الخطوبة كانت الأم تسعى دائماً إلى تخريب هذه الخطوبة تسعى إلى تفريق هذا الشاب عن البنت والبنت كانت تحب هذا الشاب وترغب في الزواج منه لكن الأم كانت سوسة ودائماً تزرع المشاكل ودائماً تفرق بينهم إلى أن تفقت البنت مع خطيبها لقتل أمها تخيلوا هذا اللي يقول لك ومن الحب ما قتل نعم أخواني الأفاضل طبعاً حصلت الجريمة وتم يعني للأسف للأسف قتل الأم وتم الحمد لله رب العظيمين القبض على هذه البنت الشريرة والقبض على هذا الشاب اللي يساعده كانوا يحبون بعض والآن هم معروضين على النيابة أعزائي المشاهدين طيب الشتاب يتوصل لنا يا عبد العزيز طبعاً ما في مبرر للقتل ما في مبرر للقتل ولكن لابد أننا ننتكلم عن الأسباب الأسباب التي دعت هذه البنت لقتل أمها لأن الأم هي للأسف تدخلت في اختيار البنت وتدخلت في حياة البنت رغم أنها كانت موافقة من البداية وتمت الخطوبة الدليل أنهم كانوا مخطوبين ولكن لم يأتي الشاب على مزاج الأم وهذا الموضوع أنا يعني صراحة تطرقت عليه من سنين طويلة موضوع المزاج يا أخي أنا دايماً أبلغ الأب والأم والأخ والإخت الكبرى مثلاً إذا جاءكم شخص ترضون دينه وخلقه والبنت نفسها موافقة فاسمح لي طز في مزاجكم طز في مزاجكم ها كلامي واضح من ترضون دينه وخلقه وموافقة البنت البنت هي طبيه لكن ما جاي على المزاج الأب الأب يشوف هذا الولد مثلاً شكله بارد شكله مبحلو الأم تشوف الولد قصير الأخت الكبرى تشوف أنه الولد متين طز فيكم وفي ذوقكم وفي أراءكم أهم شيء ذوق الشاب والشابة هذا الموضوع اللي إحنا دايماً صراحة تعبنا وإحنا نفهم الناس لا تدخلون في قرارات بعض أنا يا أخي سبحان الله أنا أحب السمرة أفلان يحب البيضة أفلان يحب الزرقة أنت تحب واحدة لون هفوشي كيفنا يا أخي أنا حر أنت مالك أنت مالك تشوف شون وصل الموضوع إلى القتل وصل الموضوع إلى القتل نعم أحياناً الحب لما يسيطر على البنت والحب لما يسيطر على الشاب ويشوف أن المجتمع يمنعونهم من الزواج ومن الفطرة فأكيد لا بد أن تكون هناك ردة فعل عكسية هل تعلمون أنا وجه رسالة لأولياء الأمور من القصص العديدة هل تعلمون أن هناك بنت لأن أهلها رفضوا شوف ركزوا على كلامي لأن أهلها رفضوا أن يزوجون يزوجونها من الإنسان اللي هي تحبه تدروني شو سوت راحت من وراء أهلها وقامت تنام معا وتزني معا وتعيش وهي قالت لي قالت لي أنا سويت كذا لأنني أنا أنتقم من أهلي عجبكم يعني عجبكم هذا اللي حدث عجبكم أن البنت اضطرت أنها تروح تنام مع حبيبها إلى أن والعياذ بالله أحملت بالحرام ولعلمكم سقطت البنت في الحمام في الحمام عندها في البيت هل تعلمون أنه من فترة يعني من تقريبا ست شهور شاب عربي في ألمانيا خطب بنت عمه بنت عمه بنت عمه يعني يعني ليش الأب رفض وهو يحبها وقال لي قال لي أنا أحب بنت عمي وبنت عمي تحبني أنا عمري 23 سنة وهي عمرها تقريبا على ما أذكر 21 سنة ليش رفضها قال أنتو صغار خلي البنت تكمل الجامعة نعم البنت تكمل الجامعة وأنتو صغار صغار في عينك صغار في عينك يا أب يا عدو وراح وكان يناموا إياها كل ليلة شوفوا الحقد أخوان الأفاضل أنتو لما تمنعون الحلال طبيعي يصير الحرام لما تمنعون الحلال طبيعي يصير حقد فهذا الشاب والبنت أبناء عمه يا بنت عمه يا ناس فصار ردة فعل عكسية قاموا يناموا مع بعض وإلى أن حملت البنت وإيش سوى تخيلوا تخيلوا البنت حملت إلى أن وصلت تقريبا الشهر السادس الشهر السادس لما بدأ بطنها يعني كبر كبر يعني سقطوا الجنين ورموه في الزبالة عشان ما أحد يعرف شرايك يا أب شرايك يا أم يلي مش جاعة على مزاجك تصفي مزاجك يا أخي مزاجك أنت كيفك أنت لما يا أم تبين تتزوجين تزوج يختار لي أنت تبينه لكن ما تفرضين عليه كابنك ولا تفرضون عليه أنا كولد أني أنا تزوج على مزاجكم أنا دايما أعطي الأب حق أنه يوقف في طريق بنته أنت كأب وقف في طريق بنتك ومنعه من الزواج إذا كان الشاب غير مصلي سرسري لعاب خمار زمار مخدرات وصايع ضايع أنا أوقفه إياك والله احبس بنتك حتى ولنها تزوج واحد مثل هذا صايع ضايع لكن شاب دوديين وذو خلق يجيكم ترفضونه عشان والله البنت صغيرة ولا هو مش على مزاجك أخواني لا فاضل والله كلمة مش على مزاجي هذه بهدلة بيوت ويا ما مرت عليه قصص لبنات ما تزوجوا لأنه والله مش على مزاج الأب ومش على مزاجه ومش على مزاج أخوها تخيلوا أخوها ولد العم في بعض القبائل ولد العم يتدخل في زواج بنت عمه وسبحان الله شوفوا النفاق في هالأسر النفاق النفاق الغريب في هالأسر أن البنت تدرس في أي جامعة تبيها تروح مثلا تدرس برع تسوق سيارة تشتغل أحيانا بعض البنات لا ترتدي الإحجاب عدل أحيانا بعض البنات ممكن مثل هذه البنت الفلسطينية الله يرحمها اللي قتلوها أهلها أعتقد فلسطينية نعم ذكروني السالف المعروفة اللي صارت من سنة نص تقريبا بنتهم تطلع في الوسال التواصل يعني عادي بنتهم تدخل تطلع في وسال التواصل وتتمكيج وتطلع جسمها وعادي عندهم لا برابلم كالشمانة يا حبيبي لأنها تدخل الفلوس لكن لما جات تبي تتزوج وقفوا في طريقة وضربوها وهانوها إلى أن قتلوها أنتوا صحيين أنتوا أنتوا صحيين أنتوا صاير في الزمن اللي إحنا فيه حين نروح اللوم كوهينو واللوم الخسيسي واللوم مدرمين وأعداء الأمة والله الخراب في بعض الناس وصل بهم الحال إلى الإجرام النفاق وحكام العرب في ناس فيه أهالي فيهم إجرام يفوق ديكتاتورية أنتوا تقولوا والله الحاكم يتحكم في الشعب أنتوا بعد تتحكموا في عيالكم ليش تعطلون الفترة وليش توقفون في طريقهم إلى أن تجبرون عيالكم على الزنا وعلى الحرام وعلى الغلط ومو مستعد أقول لكم قصص عديدة يشيب لها الراس والله احذر يا أب احذر يا أب من انتقام بنتك ضدك والله أنت يا أم عيالكم ينتقمون منكم يا ما قصص مرت عليه أنا واحد قالت لي مثل ما أهل يحرموني من الزواج والله لأزني وشوه سمعتهم طبعا الحمد لله رب العالمين يعني عقلناها يعني عقلناها وفهمناها ومن وراي أنا ما عرفش سود شوف الكلام سمعت كلام وايد والله لأزني والله لكلام قالوا لي يا أخواني الأفاضل اصحوا يا أباء يا أمهات في تتولد يعني عندهم بعض البنات وبعض الشباب غريزة الحقد تتولد عندهم لأنكم أنتوا منعتوهم من الحلال منعتوهم من الصح منعتوهم من الفطرة وللأسف خليتوهم يسلكون مسلك والعياذ بالله الحرام والعياذ بالله منعتوهم من الزواج يا أما قصص 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 أخواني الأفاضل حلو أن هذه البنت المصرية اقتلت أمها؟ حلو أن اقتلت أمها؟ حلو أن أنت يا أب بنتك تدعي عليك كل ليلة أنك انت تموت؟ والله والله إخواني الأفاضل بنات كلموني يدعون على أباءهم بالموت يا رب يموت يا رب يموت أنا ما أضحك وياكم أنا ما أضحك هذه قصص حقيقية أخواني الأفاضل اتقوا الله يا ناس اتقوا الله الحرام زايد 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 بصورة والله ما تتخيلونها من اللي قاعد يحدث ثلاثيني أنت يعني بعض الجنون بعض الأسر لما شاب يتقدم حق بنت الأب يتصل حق ولد عمها تصل ولد خالتها ولد مدرمين يشاور الخوال يشاور العمام يشاور والله أمك محمد كلها يأخذون رايهم فيها البنت لنها تتزوج أنتوا صحيين فيكم شيء أنتوا والله أمبر تمانية مش هيقب نتيجة معاكم الخسيسي تلميذ عندكم تلميذ هذا بلحة تلميذ عند جنونكم وديكتاتور خبران خبران كاش علني علني كاش لازم أعرضكم على طبيب نفسي لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم من اللي يحدث وفي النهاية المشكلة والله البنت مشكلة موافقة والشاب موافق هذا يقول لا هذا ما نخلص دراسته وكلن يفتي كلن يفتي ولد العم يقول لا هذا ما أدري إيش هذا قبيلته مش مناسبة هذا دراسته موب أوكي هذا وظيفته وكلن اجتمع مجلس الإدارة يجتمعون سبعين ثمانين من بلشتية وحبربش الأسرة عشان يقررون مصير هالبنت تتزوجوا ولا لا والله لو بيدي لا أحطكم كلكم في قفص في مستشفى المجانين أخلي العالم يمرون عليكم ويقولون لكم شوفوا كيف الإنسان كان أصلا قرد هذول هذول أشتراتكم هذول القرد اللي كانوا حسبي الله ونعم الوكيل والله يعني أنا أنا ما عارف بعض الآباء والأمهات كيف يرضون عيالهم بالزنة وبالحرام ولما يون على الحلال يقولون لهم لا حرام ومزاجي وهذا ما ينفع وهذا كذا وهذا طويل وهذا قصير وهذا شنبة وهذا عقلة وهذا رأس وهذا أصلع وهذا متين والله زريبة الخنازير يعني أنا ولا أحطكم ولا أودكم أنتوا يا مجانين عجزنا وإحنا نفهم بعض الناس أخواني الأفاضل يعني واحد يقول يا عبد العزيز وهالكلام يا يبا الإنسان اللي الله يدل على طريق الحق ويرفضه أولئك كالأنعام بل هم أضل الله قال في القرآن هذي الحيوانات لأنه يعرف طريق الحلال ويرفسه ويرضى بطريق الحرام والله بعض الأسر بعض الآباء بعض الخنازير من الآباء العلمانيين المطاقيع وأنا قلت قصته شباب يجون يذاكرون مع بنته بنته في مدارس اختلاط يجون يذاكرون وياه في بيته يفتح بيته ولما واحد من هالشباب حب بنته وتقدم قال لا 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 هذا قبيلته مش مناسبة لقبيلته يعني يا زنديق يا ديوث يا خنزير الشاب يدخل يقعد في المجلس يذاكر مع بنتك والله العالم باسوا بعض ولموا بعض وسأوا الحرام وسأوا الغلط حلل وحلل وحلل لكن لما تقدم تطلعت على أصلك وتتكلم تقول والله أنا علماني وأنا فريه وأنا سبورت والله كلكم منافقين يا لتدعون العلمانية رسالة حبيتها وصلها أصحى يا أب وأصحى يا أم أصحوا زوجوا عيالكم قبل أن يأتي يوم والعياذ بالله تتفاجأ أن تقتلك بنتك رح يقتلونك يا أب تخيل أنت يا أم يقتلونك حطونك لحوا لا قتل بالله من المجتمعات المنافقة اللي احنا عاشتين وسطها أتمنى الرسالة تكون وصلت